أنا دار علق على موضوع البت السودانية ألا مشت اززوجت واحد بغير إذن أولياء أموره ودي مشكلة كبيرة لكن المشكلة الأكبر إن حاولت تفتري على الله الكذب وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكذب بتأصل لجواز واستحلال الموضوع بتاع الباطل الفاشلة ونزلت له فيديو والفيديو انتشر في مواقع التواصل بتأصل لجواز المسألة دي كون جماعة الإنسان يغلط براه ويعمل له غلط بينه بالربنا ذا موضوع وكون الإنسان دار يأصل للناس إنه المحرم الارتكب ووقع فيه ذا يجوز شرعا ذا أخطر حاجة لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وانا استمعت للفيديو بتاعه وطبعا فيديو بتاعه زول جاهل ما عنده أي علاقة بل علم الشرعي لا من قريب ولا من بعيد قالت زواج البكرة من غير ولي أمرها جائز على مذهب الإمام أبو حنفي وقالت نحن المسلمين عندنا أربع مذاهب منها قال مذهب الإمام أبو حنفي ونحن ما عندنا مذهب الإمام أبو حنفي ولا عندنا الإمام نعرف اسم أبو حنفي إلا كان دا عند الشوعين وعند الجماعة دا الله أعلم أما نحن كمسلمين ما عندنا مذهب اسم أبو حنفي دا إما يدل إنه محافظنا كلام تنظيمات العلمانية والإبرالية وهي ما قادرة مش ما فهمه حتى ما قادرة تقرزاته من الورق الكاتبين ألفه قال الزواج البكرة من غير ولي ماشي الزواج دا قالت ماشي بناء على مذهب الإمام أبو حنفي لا الزواج دا باطل بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما روته عائشة بإسناد صحيح قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاحة إلا بولي لا نكاحة إلا بولي ومعنى الحديث يعني لا زواج صحيح إلا بولي للمرأة يعني وده أعظم ركن وأهم شرط من شروط الزواج وجود الولي للمرأة عشان كده أيضا روى أبو داود من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل الرسول عليه الصلاة والسلام كرر ثلاث مرات إنه زواج باطل زواج باطل زواج باطل فأشكده أبو قل لك يا بيت الحلال زواج كده باطل وده ما زواج طيب وأجاب الشبهتين وقبل ما أمرد على الشبهتين ربنا برضو أشار إلى هذه المسألة في القرآن الكريم قال تعالى وَلَا تُنْكِحُ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وفي الآية دليل على اعتبار الولي للمرأة وفي الآية دليل على اعتبار الولي للمرأة لأنه ربنا قال وَلَا تُنْكِحُ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا يعني الآية بتخاطب أولياء أمور المرأة قالت لهم ما تزوج الرجال من المشركين والكافرين للمرأة المؤمنة لحد ما هم يؤمنوا لأنه ما بيجوز زواج المرأة المسلمة من الرجل المشرك الكافر ليس كما قال الترابي ويؤصل هذه الأيام العلمانيون والشيوعيون والشعبيون وغيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الملة وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيجوز لأنه كذا ربنا قال كذا لكن الخطاف الآية للولي وللمرأة لأن الولي هو البزوج لأنه كذا الإمام السعدي رحمه الله قال هذا الكلام طيب قالت عندها حديث قالت من السنة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأي مؤحق بنفسها من وليها وطبعا الحديث صحيح لكن المشكلة في الفهم وجماعة قالوا الفهم قسم هي ما فهمها حفظها كلاما فهمها أصلا الحديث هو في الصلسلة الصحيحة وغيره النبي عليه الصلاة والسلام قال الأي مؤحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى الحديث عند أكثر العلماء يعني ما يجوز يزوج البت إلا بإذنها فهي لها الحق بإنها ترفض فلانة التي تقدم له هذا من الرجال أو توافق أحق من وليها ذاته لكن بعد ما توافق به إذا هي وافقت ما بجزلها تزوج إلا بوجود الولي لأن العقد بتاع النكاح والزواج الصحيح ما بيكون صحيح إلا بوجود الولي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي حديث صحيح وقال في الحديث الذي ذكرناه آنفا وأي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فدبعنا الحديث وبعض العلماء قالوا الأيّم حق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قالوا الأيّم إن مقصود بها الثيب لأن الأيّم جات في مقابل البكرة ما أنت راجع لحديث نفسه قال الأيّم حق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها فقالوا مقصود به الثيب إنه لازم تلفظ أو تتكلم تقول موافقة أو ما موافقة لكن البكرة ذيك بتخجل في الغالب أكثر حياء من الثيب في الغالب فإذنها صماتها فدي المعاني عنده العلماء لكن ما سمعنا بواحد من هؤلاء العلماء قال المرأة تسوق معه حبيبة زي ما بيعملوا العلمانين الليلة والصعاليك والشماشة يقول لك تسوق حبيبة وتمشي تعرسه ويكتب لهم واحد صعاليك زيهم قال العقد بتاع النكاح يقطع لهم ورقة من نص الكرس ثق زوجتك زوجتك وحلاله بان يأكله يتخارجه ده ما زواج ده زينة ده زينة بل وشر من الزينة للإنسان الدار يأصلوا يحللوا لأنه يستهلال ما حرم الله من الكفر بالله سبحانه وتعالى بإجماع علماء المسلمين جميعا الإنسان كونه يقع في حرام ده جريمة لكنه يقع في حرام أو حتى لو ما يقع في حرام يستهل الحرام ويأصل ويقول ده حلال ده جريمة أكبر لأنه ده كفر بالله سبحانه وتعالى وقالت برضو عنده آية من سورة البغرة آية 134 هي قالت كذا لا كذابة هي آية 234 المهم وذكرت الآية والذين يتوفون منكم هي قالت كل غلط لخبتات فوق تحت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير من سورة البقرة هي قالت فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف قالت ده الدليل على إنه أي بيت تمشيط الزوج بغير إذن ولا علم أبوها وأولياء أموره وطبعا الآن ما بتتكلم يا أخواننا عن إن عن الزواج أصلاً وإنه بيت تمشيط الزوج بغير إذن وليه ما بتتكلم عن موضوع ده؟ تعرفين أيدي بتتكلم عن شنو؟ شانت شو باستهبال العلمانين والشوعين والمجارمة ولعبهم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام الآن بتتكلم عن الرجال اللي توفوا حكم زوجاتهم شنو؟ إنه بتعتد الزوجة الراجلة يتوفى بتعتد أربعة شهور وعشر يوم شكراً ربنا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء فإذا بلغن أجلهن أجل شنو؟ أجل العدة بتاع المرأة المتوفية عنها زوجها ده الآية بتتكلم عن الموضوع ده؟ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم يعني ولي أمر المرأة عليكم فيما فعلنا في أنفسينا بالمعروف اللي هو شنو؟ ما عدة انتهت بعد ذا ممكن تخدت الكحل وتتجمل إذا كان في بيته في غير وجود غير المحاري ده الموضوع معنا الآية فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسينا بالمعروف يعني بعد ما تنتهي من عدة العدة هي شنو؟ ترك التجمل التجمل كان بالسويلة زوجها بتتركه في الأربعة شهور وعشر يوم فإذا بلغن أجلهن بعد شنو؟ بعد ذا ممكن تتكحل وكده 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 ده الموضوع لأنه في العدة ما مجوز لها شكرا في صحيح البخاري لما جاء جاتي مرأة للنبي عليه الصلاة والسلام وبنتها زوجها يتوفى وهي في العدة لسا ما تمت أربعة شهور وعشرة بنتها دي فقالت إنه في عينة في مشكلة يعني عندها مرض أو شيء في عينة هل ممكن نكحلها؟ في حلة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا لأن المعتدة ما بتتكحل وتضع الزينة الكامبة تضع لزوجها طالما هي الآن في أثناء الأربعة شهور وعشر يوم بتاعت العدة فده معنى فإذا بلغن أجلهن فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف ما معناته البت تعرس لها الراجل من الشارع الساخن من غير إذن وليها يا كذاب يا مستهبلة وشوف البت بتتفاصح كده وفصيحة في الكلام وفي الخطابة وادنا كمان جوبة وعملين معا لغاتناك وتأصل قال للمسألة والله ده أصلا ما شغل البت عادي لأن البت البنات المسلمات العاديات ديل يغي عندهم حياء وخجل النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان والحياء قرنا جميعا فإذا رفع أحد أمه رفع الآخر ديل كوادر تعد حزاب لبرالية وعلمانية وأصلا المنهج ده تتخزوا البت دي وتنشروا بين الناس إن البنات يعرسوا بيدين بدون زن أولياء أمورهم ودون علم أبهاتهم ومهاتهم وعمامهم وأخوانهم ده منهج الحزب الشيوعي رضوا أم أبوا لأنه موجود في المنفسه تعالي الحزب الشيوعي اللي هو بيان الحزب الشيوعي لماركس وإنجلس ولينين لعنهم الله جميعا في البيان ده جوة قالوا إن الأسرة الأسرة تكوين الأسرة زوج وزوجة أب وأم وينكح نكاح صحيح شرعي ويلد أولاد بنات وأسرة تكون مستقرة وتكون فيها سكن زي ما ربنا قال والله جعل لكم من بيوتكم سكن وزي ما الأنبياء كلهم عندهم أسر وأزواج وزرية ربنا قال والقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية الشيوعين قالوا الأسرة دي بتساعد في تنامي الطبقة البرجوازية أشان كده نحن جينا كشيوعين لمحاربة الأسرة ونسف الأسرة ينصفوها كلها فهذا المنهج بتاع البيت دي الدار تنشر الليلة حتى لو نكرت نحن ما عبراتنا بينك تنكري ولا تعترفي لأن الأعلمانين والشيوعين والأحزاب دي كلهم كذابين ومجرمين نحن ما بنصدق إذا احترفتي ولا نكذب إذا نكرتي لا نحن بنعرف منهجك ده منهج شنو ده منهج الشيوعين في الحتة دي فدن دارين شوروا الآن في المجتمع تحريط قصة الفيدي كلها وهمة في شكل قلبها دارين يحرضوا البنات المسلمات في السودان إنهم يتمردوا على أولئي أمورهم ويمشوا يطلعوا برا يتزوجوا ويعملوا الكلام الفاضي ويعملوا الأجلة أدب والكلام الفارق وده الحاصلة الليلة يا أخواننا وده النازل الآن قاعدين يدمروا في الإسلام في البلد دي الملاح ده والعلمانين في السودان ده عاملين قبل أيام قلت أدب حاجة بيسموها قال عرضي أزياء لأول مرة في تاريخ السودان في تاريخ السودان أنت عارف في الاستعمار الإنجليزي لما الإنجليز كان مستعمير للبلد دي ما عملوا عملية واسخزة عملية العلمانين اللي عملوا دي الإنجليز الكفرة ما عملوا زيدا شوف النازل ده لوصولنا تمرحلة يخليسوا ما أمير دي تردوها من دولة كافرة تردوها قالوا لأنها موسيئة بالأخلاق الكفار قالوا دي موسيئة بالأخلاق وده قبلها استقبلوا في المطار وتقبل الأولاد واحد ولا الثاني علماني والعلماني علماني والعلماني تقبلوا ويصوروا فرحانين الكفار الكفر الفجرة قالوا دي ما نفع أخلاقها ما نفع أخلاقها سيئة بتصيل الكفار ديل العملي فيها محسوبين عن الإسلام استغبلوها والله جمعنا احنا في وضع صعب شاكد ربنا سبحانه وتعالى يوم يبتلين بابتلاءات منزين غالي ومرات مافي وغاز مشكلة وعيش ودقيق مشاكل وبلاوي وحروب في البلد لأن الناس ما تمسكوا بحبل الله المتين وجماعة دلشغالين يحاربوا في الإسلام ويحاربوا في الدين وربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم